أعزائي المتعلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنخصصها لمنهجية الاشتغال بالوثائق التاريخية وذلك في إطار حصص المراجعات والتثبيث إذن سنحاول في هذه الحصة بحول الله ترصيخ منهجية الاشتغال بالوثائق التاريخية وهي طبعا من الوضعيات الاختبارية التي قد تصادفونها إما في الفروض الكتابية المحروسة أو في الامتحانات الإشهادية سواء تعلق الأمر بالامتحان الجهوي الموحد أو الامتحان الوطني الموحد إذن فأقترح عليكم وثيقتين تاريخيتين الوثيقة الأولى هي عبارة عن نص تاريخي منطوقه تميز القرن 19 للميلاد بزيادة قوية وسريعة لسكان أوروبا فحسب تقديرات الديمغرافيين تقلت ساكنات القرن الأوروبية من 80 مليون سما سنة 1800 إلى 455 مليون سما سنة 1914 وهكذا فإن الوفيات انخفضت بفضل تراجع ثلاث معضلات كبرى هي الحرب المجاعة الطاعون ولكن أيضا نتيجة لتقدم الطب تلقيح جينير وتحسن شروط الصحية والتغذية وبالتالي فارتفاع معدل الولادات أدى إلى نمو هائل للساكنة لكن هذه الثورة الديمغرافية ستعزز الثورة الصناعية من خلال ارتفاع عدد المنتجين والمستهلكين المرجع ننتقل بعدها إلى الوثيقة الثانية وهي أنظا نص تاريخي منطقه منذ قرون كانت الفلاحة المعيشية هي النمط الإنتاج الغالي في أوروبا لكن ابتداء من منتصف القرن الثامن عشر ظهرت تغيرات عميقة منها تراجع نظام إراحة الأرض بفضل توسع زراعة النباتات العلفية وظهور الأسمدة الكيموية واختفاء أساليب الزراع الجماعية مقابل صعود الفردانية الفلاحية بين قوسين حركة تسييج الحقول وتحديث الأساليب الزراعية مع إدخال الآلة البخارية إلى عالم الفلاح إذن بعد قراءتنا للوثيقتين قراءة جيدة وبإمعان وأيضا تأمل هاتين الوثيقتين إذن المطلوب من نفسه الأول هو وضع الوثيقتين الأولى والثانية طبعا في سياقهما التاريخي من خلال تحديد الزمن المكان والموضوع إذن أذكرون بأنه دائما سياق تاريخي يرتبط بثلاثة أبعاد رئيسة وهي الزمن بعد الزمن ثم بعد المكان وأخيرا الموضوع إذن نعني بالزمن هنا زمن وقوع الأحداث التاريخية أو الأحداث التاريخية المكان طبعا هنا متى وقعت إذن نطرح عفوا هنا سؤال متى وقعت هذه الأحداث إذن الزمن متى وقعت هذه الأحداث التاريخية أي تاريخها أو الفطرة أو القرن أو الحقبة الزمنية لوقوع هذه الأحداث ثم المكان من خلال طرح سؤال أين وقعت هذه الأحداث التاريخية الموضوع طبعا هو يرتبط بالأحداث أو الحدث التاريخي الذي تتناوله الوثائق السؤال الثاني المطلوب إشرح أو إشرحي ما تحت خط شرحا تاريخيا السؤال الثالث السخرجي من الوثيقتي الأولى والثانية المعطية الآتية ألف من الوثيقة الأولى مظاهر الثورة الديمغرافية في أوروبا والعوامل المفسرة لها ثم باء من الوثيقة الثانية العوامل المفسرة للثورة الفلاحية في أوروبا السؤال الرابع ركب الفكرة الأساس للوثيقتين الأولى والثانية إذن نبدأ أعزاء المتعلمين بسياق التاريخي للوثيقتين إذن دائما كما قلنا نطرح السؤال الأول وهو متى وقعت هذه الأحداث السؤال الثاني أين؟ أي المكان ثم الموضوع ماذا؟ إذن ما الأحداث أو الأحداث التي تتناولها الوثائق التاريخية إذن بالرجوع أعزاء المتعلمين للوثيقة الأولى إذن نحديد أولا الزمن إذن الزمن طبعا زمن وقع الأحداث تاريخية قد يكون صريحا في الوثيقة من خلال بعض الإشارة التاريخية أو أحيانا يكون ضمنيا إذن نستنبط الزمن طلقا من الأحداث الواقعة في تلك الفترة الزمنية أو المذكورة في الوثائق إذن هناك إشارات تاريخية في الوثيقة الأولى إذن القرن التاسع عشر ثم ما بين ألف وثمانمائة ألف وتسعمائة وأربعة عشر إذن فالزمن هنا وما بين تقريبا القرن التاسع عشر إلى مطلع القرن العشرين إذن ما بين القرن التاسع عشر إلى مطلع القرن العشرين المكان طبعا هو أوروبا لاحظوا هنا أن المكان هو مذكور بصيغة صريحة القارة الأوروبية أحيانا قد لا يكون المكان مذكورا بصيغة صريحة يكون ضمنيا ثم بالنسبة للموضوع أي الحدث أو الأحداث هنا طبعا الحدث الذي تتناوله الوثيقة الأولى هو دور الثورة الديمغرافية في تعزيز الثورة الصناعية أو العلاقة التي تربط بين الثورة الديمغرافية والثورة الصناعية بأوروبا خلال القرن 19 ومطلع القرن 20 بالنسبة للوثيقة الثانية نلاحظ هنا أن الزمن هو مذكور بصفة صريحة في الوثيقة الثانية إذن ابتداء من منتصف القرن الثامن عشر طبعا أين في أوروبا إذن المكان هو مذكور أيضا بصفة صريحة أما الموضوع فهو التحولات الرأسمالية أو التحولات العامة التي عرفتها الفلاحة بأوروبا منذ منتصف القرن الثامن عشر للميلاد إن على المستوى التنظيمي أو التقني إذن بعد ذلك نأتي إلى السياغة أو طريقة تحرير طبعا السياغ التاريخي إذن دائما في السياغ التاريخي سواء في الفروض الكتابية أو الامتحانة الإشهادية تقبل سياغتان فقط هي السيغة المفككة أو السيغة المدمجة إذن السيغة المفككة طبعا نذكر فيها الأبعاد التاريخية الثلاث بشكل منفصل يعني نفصل في هذه الأبعاد أو نفصل بين هذه الأبعاد إذن الزمن طبعا هو من منتصف القرن الثامن عشر إلى مطلع القرن العشرين المكان هو أوروبا ثم الموضوع هو أثر الثورة الديمغرافية على الثورة الصناعية وأبرز تحولات الفلاحة إذن هنا طبعا حددت السيغة التاريخي بشكل منفصل أو بشكل مفكك ولكن هنا أذكركم وألفت انتباهكم إلى أن السيغة دائما يكون واحدا بصرف النظر عن عدد الوثائق قد يتعلق الأمر بوثيقتين أو أكثر إذن دائما السيغة يكون واحدا وبتلف الصيغة قد تكون إما مفكك أو مدمجة إذن من نسبة للصيغة المدمجة معناه أن هذه الأبعاد التاريخية ثلاث أدمجها في صيغة مركبة إذن في فقرة وطبعا هذه الفقرة تتضمن هذه الأبعاد التاريخية وهي الزمن المكان والموضوع إذن السيغة المدمجة تندريج الوثيقتين في سياق ماذا؟ في سياق دور أو أثر الثورة الديمغرافية في تعزيز الثورة الصناعية أو أبرز التحولات التي شهدت الفلاحة أين بأوروبا من منتصف القرن الثامن عشر إلى مطلع القرن العشرين بالنسبة للسؤال الموالي إذن السؤال الموالي يتعلق بالشرح التاريخي إذن هنا الشرح التاريخي قد يتعلق الأمر بمفهوم مصطلح واقعة من الوقاعة التاريخية أو حدث من الأحداث التاريخية أو علم قد يكون علما جغرافيا أو تاريخيا ولكن هذا العلام الجغرافي بما نحن مكان وقوع حدث ما نحدد دلاته انطلاقا من السياق التاريخي لوقوع هذا الحدث الأمر نفسه بالنسبة للعلام التاريخية يتعلق الأمر بالفاعلين أساسيين في التاريخ إذن فطبعا التاريخ يجب هنا أو الشرح التاريخي يجب أن يكون مقتضبا ومستحضرا دائما السياق التاريخي طبعا هنا السياق التاريخي قد تفيدنا الوثائق إذن فسياق ورود هذا المصطلح أو المفهومة أو الحدث يفيدنا في التاريخ أو في الشرح مثلا هنا الثورة الديمغرافية هناك مؤشرات تشير إلى معنى الثورة الديمغرافية من ناحية التاريخية إذن الثورة الديمغرافية كما درستموا في الجغرافية معناه هو انفجار ديمغرافي نتيجة لارتفاع معدل الولادات وانخفاض معدل الوفيات ولكن هنا نربطه بالسياق التاريخي إذن هنا الانفجار الديمغرافي الذي عرفته ماذا؟ أوروبا ما بين 1800 و1914 بحيث أن سكان تضاعفوا في ظرف زمني وجيزي انتقل عدد السكان من 80 مليون نسمة إلى 455 مليون نسمة ما بين 1800 و1914 نتيجة لعوامل متعددة الأمر نفسه بالنسبة للمفهوم الثاني وهو الفرداني الفلاحية إذن هناك بين قوسين حركة سيج الحقول إذن معناه حركة سيج الحقول أي تحديد الملكيات الزراعية الفرضية للفلاحين إذن في الأراضي الزراعية كانت طبعا تستغل بطريقة جماعية ولكن مع الثورة الفلاحية إذن أصبح هناك تحديد للملكيات الزراعية وظهور ما يسمى باستغلاليات الزراعية العصرية إذن لاحظوا هنا سياق ورود هذا المفهوم يفيدون في التعريف إذن اختفت الأساليب الزراعية الجماعية ومقابل ذلك ساعدت الفرداني الفلاحية إذن معناه الفرداني الفلاحي أي التملك الفرضي للأراضي الزراعية وتحويلها إلى ضيعات الفلاحية عصرية إذن دائما كما قلت نصح ذير السياق التاريخي لورود هذه الأحداث التاريخية إما من خلال استثمار الوثائق التاريخية أو من خلال المكتسبات طبعا إذن فالشرح التاريخي معناه الثورة الديمغرافية هي الانفجار الديمغرافي الذي عرفته أوروبا من منتصف القرن الثامن عشر إلى مطلع القرن العشرين نتيجة لعوامل متداخلة بالنسبة الفردانية الفلاحية إذن معناه هو هيمنة الملكيات الزراعية بأوروبا نتيجة لحركة تسوير أو تسييج الحقول نمر بعدها إلى السؤال الثالث إذن يتعلق بمهارة استخراج معطيات مضمنة في الوثائق ودائما عملية الاستخراج يجب أن نلتزم فيها بالسؤال ولا نخلط مثلا هنا بين المظاهر والعوامل أو العكس صحيح وأن طبعا نعيد صياغة هذه المضامين أو هذه الأفكار المستخرجة إذن نستخرج هذه المعطيات التاريخية ونعيد صياغتها بأسلوبنا الخاص إما في فقرة أو على شكل عوارد إذن مطلوب في السؤال ألف إذن ستخرج من الوثيقة الأولى مظاهر ثورة ديمغرافية في أوروبا والعوامل المفسرة لها إذن هنا نرجع إلى الوثيقة الأولى إذن فيما تتجلى مظاهر الثورة الديمغرافية أولا مظاهرها تجلت في ماذا؟ في ارتفاع عدد سكان القارة الأوروبية إذن تضاعف عدد سكان القارة الأوروبية في ظرف زمني وجيز ذا انتقل عدد السكان من 80 مليون نسمة سنة 1800 إلى 455 مليون نسمة سنة 1914 إذن أيضا من بين مظاهر الثورة الديمورافية وهي ارتفاع عدد المنتجين وكذلك المستهلكين إذن المنتجين نتحدث هنا عن القوى العاملة والمستهلكين طبعا المستهلكين للمنتجات والبضائع ومختلف الخيرات الاقتصادية إذن بالنسبة الآن للعوامل المفسرة للثورة الديمورافية في أوروبا إذن هناك عامل أول مرتبط بارتفاع معدل الولادات مقابل مادا خفاض معدل الوفيات والخفاض معدل الوفيات ارتبط بأسباب عديدة منها التراجع النسبي لبعض المعضلات كالحروب مثلا داخل القرى الأوروبية المجاعة أيضا القضاء على الطاعون نتيجة لتقدم الطب وتحسن شروط الصحة والتطبيب وكذلك التغذية إذن هناك عوامل متداخلة تفسر لنا هذه الثورة الديمورافية إذن كجواب أعزائي المتعلمين إذن هنا تاليثا إذن أين تتجلم ظاهر الثورة الديمورافية إذن في الانفجار الديمورافي لسكان أوروبا حيث تضاعف عددهم بحوالي 6 مرات في ظرف 114 سنة فقط حيث انتقل عددهم من 80 مليون نسمة سنة 1800 إلى 455 مليون نسمة سنة 1914 إضافة إلى ارتفاع عدد المنتجين والمسالكين على حد سواء بالنسبة للعوامل المفسرة لها إذن لدينا هنا انخفاض معدل الوفيات نتيجة تراجع الحرب والمجاعة والطاعون وتقدم الطب وتحسن شروط الصحية والتغذية ثم أيضا الارتفاع الهائل لمعدل الولادات بالنسبة للسؤال باء إذن استخرج من الوثيقة الثانية العوامل المفسرة للثورة الفلاحية بأوروبا إذن بالرجوع هنا إلى الوثيقة الثانية إذن ما هي هذه العوامل المفسرة للثورة الديمورافية أو للتحولات الفلاحية بأوروبا إذن لدينا هنا أولا تراجع الفلاحة المعيشية إذن فالفلاحة المعيشية كانت عبارة عن نمط إنتاجي غالب في أوروبا يعني لمدة قرون لكن ابتداء المنتصف القرن الثامن عشر إذن ظهرت تغيرات عاملق إذن منها أولا تراجع نظام إراحة الأرض إذن على المستوى التنظيمي تراجع نظام إراحة الأرض أيضا الفلاحة المعيشية مقابل ماذا؟ مقابل توسع زراعة النباتات العالفية إذن هذا على المستوى التنظيمي أيضا صعود الفردانية الفلاحية أي التملك الفرضي للضيعات الفلاحية العصرية إضافة طبعا إلى استخدام الآلة البخارية وكذلك الأسمدة الكيموية كعاملين تقنيين إذن فالجواب سيكون بهذه الصغة أعزاء المتعلمين وإن كان طبعا هنا التصنف سيكون جيدا إذن لابد أن نصنف هذه المعطيات إذن هناك العوامل المفسلة للثورة الفلاحية بأوروبا إذن هناك عوامل تنظيمية منها تراجع الفلاحة المعيشية التي كانت تعتمد على نظام إراحة الأرض توسع الزراعة العلافية وانتشار الملكيات الزراعية الفردية تقنية طبعا استخدام الأسمدة الكيموية والاستخدام الآلة البخارية نمر بعدها إلى السؤال الأخير إذن السؤال الأخير ركب الفكرة الأساس للوثيقتين الأولى والثانية إذن فكرة واحدة جامعة لمضمون الوثيقتين إذن هنا طبعا لابد من اكتساب مهارة التلخيص إذن فمهارة التلخيص والتركيب هي أهمة جدا إذن دائما في الفكرة هنا نعتمد بالأساس على الأحداث طبعا التي تتناولها الوثيقة ونسوغها في جملة أو جملتين بصيغة مقتضبة إذن لا نطنب في عملية التركيب إذن نتفادى الحشب والإطناب إذن الفكرة الأساس إذن لعبث هنا ومن الأحسن أن تكون جملة فعلية طبعا إن كانت جملة اسمية أيضا مقبولة ولكن من الأحسن لأن قوة اللغة العربية هي في الفعل إذن لعبت الثورة الديمغرافية دورا هاما أو أساسيا في تعزيز الثورة الصناعية وشهدت الفلاحة بدورها تحولات عميقة بأوروبا من منتصف القرن الثامن عشر إلى مطلع القرن العشرين يعني قد نقول شهدت الفلاحة تحولات عميقة أو يمكن طبعا أن نذكر هنا الثورة الفلاحية إذن لعبت الثورة الديمغرافية دوراً هاماً في تعزيز الثورة الصناعية وشهدت الفلاحة بدورها تحولات عميقة بأوروبا من منتصف القرن الثامن عشر إلى مطلع القرن العشرين إذن هكذا نكون أعزائي المتعلمين قد أنهينا هذه الحصة المرتبطة بمنهجية الاشتغال بالوثائق التاريخية إذن أتمنى أن تكون الحصة مفيدة وماتعة في الآن نفسها والمفقة في تبليغ مضامنها وعناصرها الأساسية إذن ختاماً أعزائي المتعلمين أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم وألقاكم في حصة قادمة بحول الله ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته